نكمل الحر الليلة مشاهدينا والآن لموضوع طبي حيث أعرب علماء عن ارتياحهم لفعالية دواء جديد يكبح تقدم مرض الزهايمر حيث أكدت النتائج التفصيلية لدراسة سريرية عن دواء لكما بفعاليته في إبطاء تدهور المعرفي للمرضى المصابين بمرض الزهايمر لكنهم أشاروا أيضا إلى أنه قد يؤدي إلى آثار سلبية هذه الدراسة الجديدة أجريت على نحو 1800 شخص تمت متابعتهم على مدار 18 شهرا وأثبتت تباطئ في التدهور المعرفي بنسبة 27% عقار لكماب توصلت إليه مجموعة الأدوية اليابانية إيساي والأمريكية بايوجين وتمثل هذه الدراسة أهمية إحصائية كبيرة وفق الباحثين غير المشاركين في هذه الدراسة مرض الزهايمر مشاهدين يصيب الإنسان حينما تتشكل ويحات بروتينية تسمى أميلويد حول الخلايا العصبية وتدمرها في النهاية كما يتراكم بروتينان رئيسيان هما تاو وبيتا أميلويد بشكل غير طبيعي في الدماغ ما يتسبب بموت خلاياه وتقلصه ومن بين أبرز أعراض المرض فقدان الذاكرة وعدم القدرة على أداء المهام اليومية ويعتبر الزهايمر من أهم مشاكل الصحة العامة إذ يصيب أكثر من أربعين مليون شخص في كل أنحاء العالم العقار لكماب سيستهدف رواسب بروتين بيتا أميلويد ولكن فقط في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر ما قد يحد من استخدامه لأن هذا المرض غالبا ما يشخص في وقت متأخر هذه الدراسة السليرية مشاهدين بيّنت أيضا أن للعقار لكماب آثار جانبية حيث أظهرت أعراض النزف والودمة الدماغية لدى بعض الحالات الخاضعة للدراسة ومع هذا فقد أنعشت هذه النتائج المبشرة لعقار لكماب الجديد آمال عائلات المصابين بالمرض خاصة بعد تقييد وكلة الأدوية الأمريكية عقارا آخر توصلت إليه شركة بيوجين العام الماضي أناقش إذن هذا الملف مع ضيفي من بيروت الدكتور نبيل نجا أخصائي في أمراض الشيخوخة والزهايمر دكتور مرحبا بك معنا هل نفرح كثيرا هل نبقى متشككين من نجاعة مثل هذا المرض خاصة وأن هناك الكثير من المصابين بمرض الزهايمر للأسف لا بالطبع أعتقد أن هذه الدراسة أحدثت تغيير جذري في علاج مرض الألزهايمر منذ أكثر من عشرين سنة نحن لا نستعمل إلا أدوية اكتشفت في القرن الماضي تركز على النقلات العصبية في الدماغ حتى تساعد المريض على التخفيف من العوارض وبالتالي على تبطيء المرض ولكن هذه لأول مرة أظهرت دراسة بأنه من الإمكان أن نقضي على مسبب المرض الرئيسي يلي هو تجمع هذه المواد المضرة يلي حضرتك قلت اسمها بيتا أميلويد بلاك والتي تقضي على الخلايا العصبية وذلك بتقنية التي نستعملها في اللقاحات التي تقضي على تجمع هذه البروتينات المضرة وبالتالي تعطي فترة أطول للخلايا العصبية من الاستعمال ممكن استعمالها أكثر فإذا هذا العلاج هو حدث جديد ومهم جدا لأنه يعالج المسبب الرئيسي لهذا المرض طب دكتور حتى التقارير والأطباء الذين لم يشاركوا في هذه الدراسة كانوا يمدحون بهذه الدراسة يمدحون بالنتائج ويشيدون فيها التي وصلت إليها هذه الدراسة خصوصا بعد نحو عشرين عام من ربما فشل متكرر بالوصول إلى هذه المرحلة لكن مع ذلك حضرتك ذكرت بأن هذا قد يكون علاج للمسببات لمرض الزهايمر ولكن الملاحظة الأبرز بأن هذا المرض يبرز ويكتشف بعد حين أي أن المسببات ربما تكون قد تمكنت من الدماغ صحيحني إن أخطأت في هذه المخطأ لذلك من الممكن حاليا الاكتشاف المبكر خاصة عند المرضى يلي عندهم عوامل وراثية كبيرة لأننا نستطيع تشخيص المرض حاليا سنوات قبل ظهور العوارد حاليا نحن لا نشخص المرض إلا بعد ظهور العوارد ولكن هناك وسائل تشخيصية تعتمد على الأشعة أو على بعض التحاليل في الدم أو تحاليل في سائل الجهاز العصبي التي يمكن أن نقيص فيه نسبة هذه البتا أميلويد وبالتالي يمكننا أن نشخص المريض قبل ظهور العوارد بسنوات وهذا العلاج أكثر ما يكون مفيدا لهؤلاء الناس يلي بعد ما عندهم عوارد ظاهرة ولكن عندهم أسباب كثيرة بتقول أنه ممكن هذا المرض ينصاب فيه ولكن بدنا نحذر أيضا أنه هذا صحيح هو اكتشاف جديد ولكن هناك محاذير كثيرة وهذا الدواء لن يستعمل بشكل كبير في الولايات المتحدة حاليا ولكن تحت إشراف دقيق من لجان علمية متخصصة لأن حتى اللجنة العلمية في الـ FDA أظهرت بعض التحفظ أظهر بعض أعضاءها التحفظ خاصة في الأثار الجانبية التي ذكرتها حضرتك بالنسبة للنزيف الدماغي الذي لا يستهان به يعني حوالي 18% من المرضى انصابوا بالنزيف الدماغي فإذا هناك بعض المحاذير ولكن هذا الاكتشاف هو الاكتشاف الوحيد الذي سيغير طريقة علاج المرض وسنعتمد أكثر على التشخيص المبكر في السنوات القادمة طيب دكتور حتى أفهم منك أكثر عن مسألة التشخيص المبكر هل هذا يعني بأن كل من يريد أن يفحص بشكل مبكر فقط لتجنب الوقوع أو الإصابة بهذا المرض يمكن أن يذهب أم أن هناك علامات لا بد من تواجدها لأي إنسان قبل أن يذهب إلى الطبيب ويخضع لفحص مبكر لتجنب الوقوع بهذا المرض حاليا عمليا هناك بعض العلامات التي تشير على هذا المرض وبالتالي يذهب المريض إلى استشارة الطبيب ولكن نحن نعلم أنه في عنا بعض المتغيرات الجينية في بعض العائلات مثلا يمكن أن تكون إحدى عوامل الخطر للإصابة بهذا المرض فإذن المرضى التي عندهم بعائلاتهم عدة حالات من هذا المرض ممكن أن يلجأوا إلى هذا التشخيص المبكر في الوقت الحالي أو إذا كان هناك مريض صغير في السن نحن نعلم أن مرض الألزايمير يصيب الإنسان عندما يتقدم بالسن ولكن هناك بعض الحالات التي قد تظهر في أعمار صغيرة نسبيا يعني في أواخر الأربعينات أو الخمسينات وبالتالي هؤلاء يجب أن يخضعوا لهذه الفحوصات للتشخيص الدقيق وبالتالي ممكن بعدين أن هذا العلاج أن يعطى لهؤلاء الناس في البداية ولكن أكيد برجع بأكد أن هذا العلاج لن يعطى بشكل كبير في الوقت الحالي أولا لكلفته العالية ثانيا للمحاذير الموجودة تجاهه ولكن هذا العلاج يشكل بارقة أمل في المستقبل إن شاء الله في المستقبل القريب لأن هناك أكثر من 60 عقار يجرب حاليا تعتمد على نفس التقنية مثل مذكرت تقنية محاولة إخراج هذه المواد المضرة من الدماغ أو توقيف تجمعها وبالتالي هذه التقنية لأن هذا كان أول نجاح لها فإذن هناك أمور واعدة أكثر في العقاقير التي حاليا يعمل عليها الباحثون طب دكتور حتى أفهم منك وكذلك ربما المشاهدون يفهمون هذه النقطة نقطة الاختبارات التي تجري على أي عقار يتم ربما تصنيعه أو اكتشافه الدراسة السريرية شملك 1800 مريض وعن هؤلاء يتم الحديث عن النتائج التي نناقشها ونتحدث بها الآن عن الآثار الجانبية عن مدى استجابة المرضى لنجاعة مثل هذا الدواء 1800 حالة هل هذه كافية دكتور؟ في الوقت الحالي هذه النتائج هي النتائج الوحيدة التي لدينا يعني مرض الألزايمير أجريت عليه أبحاث من أكثر من 30 سنة تقريبا ودفعت عشرات مليارات الدولارات على هذه الأبحاث لم تصل إلى نتيجة صحيح أن العينة هي 1800 مريض ولكن إحصائيا النتائج إيجابية نسبيا كما قلت حضرتك تقريبا في تحسن بالعوارض السريرية عند 27% من المرضى وهذه أول مرة نرى تحسن عادة نرى إبطاء في تطور المرض ولكن هذه المرة الأولى التي نجد فيها هذه النتائج وإن شاء الله تكون بادرة خير لنتائج أفضل في المستقبل على عينات أكبر تمثل الشريحة الأكبر من المرضى طيب دكتور أنا أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات التي حضرتك ذكرتها كنت معي ضيفي من بيروت الدكتور نبيل نجا خصائبي أمراض الشيخوخة والزهاينا شكرا جزيلا لك